في تأرير أعدته رئاسة الجمهورية عن نشاط السيد الرئيس اليوم نشوفه ونرجع مع حضراتكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المتحد الثرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس طلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة حيث أوضحت السيدة وزيرة البيئة أنه جارن العمل بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى موضحة أن هناك تقدما مستمرا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعيتها على الصحة العامة والبيئة بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير الكندي بالقاهرة السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بمبادرة المركز بزيارة مصر بما يساهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية وذلك لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها من جانبهم أكد أعضاء الوفد الكندي حرصهم على زيارة مصر وتشرفهم بالالتقاء بالسيد الرئيس وذلك إيمانا بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ظل جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار ودفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة وتقديرا للدور الشخصي للسيد الرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وقيادات سيادته لمرحلة تحول تنموية كبرى في مصر على مختلف الأصعضة الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحقيق الأمن والاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب